وزير الأوقاف دكتور محمد مكتر جمعة أكد أن تهنأة أشقاء الوطن المسيحيين بعيادهم قسط وبر وطنية أوضح في تصريح صحفي منذ قليل أن التهنأة تأتي في إطار سماحة الأديان السماوية وإيماننا بحرية المعتقد وأنه لا إكراه في الدين ولا على الدين وإيماننا بالتنوع والاختلاف الذي هو سنة من سنن الله الكونية وإيماننا بحق المواطنة المتكافئة وأننا جميعا شركاء في هذا الوطن على قدم المساواة وأن الوطن لنا جميعا وبنا جميعا المؤشر العالمي للفتوى بيقول الإخوان والقاعدة وداعش تحرم الاحتفال بالكريسماس المؤشر العالمي للفتوى الجي اف آي تابع لدار الإفتاء المصرية له أنه بحلول الاحتفال بالكريسماس كل عام بتخرج مجموعة من الفتاوى تحرم الاحتفال به وبأي مظهر من مظاهره محدثة بدورها تفككا في أواصل الترابط بين أبناء الوطن الواحد مؤكدا أن فتاوى الإخوان والسلفيين احتلت المرتبة الأولى في التحريم والأهمية هذه الظاهرة والوقوف على أهم نتائجها رصد المؤشر العالمي الفتوى تلك الفتاوى فيه 3000 فتوى في هذا الإطار طيب خلينا نشوف فتاوى الاحتفال بالكريسماس 3000 فتوى 2% من جملة الفتاوى عالميا كانت بتكلم عن الكريسماس 70% من جملة الفتاوى الصدرة بحق المسيحيين الدول العربية المؤسسات الرسمية تجيزوا الإخوان والسلفيين وحرموهم 95% من الفتاوى الرسمية تجيز احتفال والتهنئة 80% من الفتاوى غير رسمية تحرم احتفال والتهنئة 40% من الفتاوى غير رسمية خاصة بالإخوان والسلفيين نيجي النحية دي عندي فتاوى خاصة بالتهنئة جائز 70 حرام 30 تحريم الكريسماس تكريز لظاهرات الإسلاموفوبيا فتاوى خاصة بالاحتفالات جائز 10% حرام 90% عندي التنظيمات الإرهابية كل مظاهر الاحتفال بالكريسمس حرام وداعش فتاوى الكريسمس 5% من فتاوى التنظيم تراجع نسبة فتاوى المسيحيين هذا العام بعد خسائر التنظيم في أكثر من جبهة عملية سينة 2018 نموذج لها طبعا القاهدة فتاوى الكريسمس 4% من فتاوى التنظيم ابتعلت فتاوى الكريسمس عن التكثير والتشدد بزعم أن القاعدة تنظيم معتدل بخلاف داعش فتاوى الكريسمس 4% حزب التحرير فتاوى الكريسمس أسست لتحقيق الهدف الأسمى الحزب هو إقامة الخلافة الإسلامية ده المؤشر العالمي العالمي للفتاوى